هل تعتقد سيد حجاب بأن الدولة الفرنسية تسعى لإخضاع المسلمين لقيم الجمهورية رغما عنهم؟ أنا أظن أن عندما نقول إخضاع المسلمين قيم الجمهورية أنا كما قلت لك جلها لا تتنافى يعني حقيقة مع الإسلام قلت لك معطيتك مثلا المثال أنه قضية مثلا طريقة والدين تعاملوا مع أبنائهم هناك اختلاف لأنهم يقولون أن أبناء الذين ولدوا هنا هم أبناء للدولة ولا يجب التعامل معهم هذا يعني يتنافى بالثقافة الإسلامية قضية تعدد الزوجات وأمور أخرى حديثة ولكن في الحقيقة هناك أمور عديدة لا تتنافى البتة ما عدا كما قلت وأقولها وأعيدها هاته اللائكية التي هي في الحقيقة هي بمثابة البرزخ ما بين المؤمنين وغير المؤمنين هاته اللائكية أنا أعتقد أنها كانت موجودة في المدينة المنورة من عندما كانت هناك سلطة دينية لم تكن سلطة لائكية دي المسلمية ولكنها ضمن التعايش المسلمين مع غير المسلمين من يهود هناك السلطة في الأندلس منذ سبع قرون استطاعت أن تعطي لليهود المضطهدين من طرف المسيحيين حتى مناصب وزارية وحامتهم من إضطهاد أنا صراحة أظن أن لو نرجع إلى لب النص ولب الحقيقة ولب القوانين الفرنسية هي لا تتنافى ولكن من جهة بتغول جماعة متطرفة ولم تجد موضوع آخر تستعمله يعني أحسن من هذا الموضوع التخويف والترهيب واستغلت للأسف يجب أن نقول الأمور استغلت ما حدث في أمريكا منذ 2001 وما حدث في أفغانستان وأمور أخرى لكي تقوم بهذا العمل الشيطاني أشكرك شكرا جزيلا سيد صالح جاب المختص في أشأن الفرنسي كنت معي في هذه الحلقة من برنامج مسلمنا حول العالم شكرا جزيلا لك مشاهدين الكرام نتوقف عند فاصل قصير نعود بعده لاستكمال حلقتنا فابقوا معنا شكرا